بولندا دولة من الدول الجميلة جدا في اوروبا اللي عندها اكتر من طريقة تدخل بيها لبولندا سواء هتدرس سواء هتشتغل هقولك في الشرح ده اكتر من طريقة والمميز فيهم كلهم ان انت مش بتجمع عوراق كتيرة اوي زي ما كنا بنعمل قبل كده واحنا بنقدم شروحات كندا اوستراليا او نيوزيلندا عشان كده لو انت عايز تسافر وتغير حياتك وتروح بلد جميلة جدا تقدر تفتح لك ابواب الاتحاد الاوروبي ركز في الشرح ده للاخر مهما كانت ظروفك هتلاقي ديك حاجة مميزة يا الصباح الفل اهلا وسهلا بيك عزيزي المتابع يا رب تكون بخير بولندا عزيزي دولة من دول الاتحاد الاوروبي دولة من الدول اللي تعتبر سهلة جدا عملتها اسمها الزولوتي طيب بولندا نقدر ندخلها عن طريق ايه بولندا نقدر ندخلها عن طريق اين اول طريق طريق الدراسة لان بولندا فيها مواقع كتيرة وكليات كتيرة جدا بتسمح لك ان انت تدرس وفيها ميزة ان هي حدودها في سن الدراسة مش متأفلة يعني ايه مش متأفلة يعني ما بتدلكش اعمار صغيرة بس وبتقولك تدرس في الاعمار ديت يا ما ناس كبيرة سفرت لبولندا ودرست هناك او دخلت بولندا عن طريق ميزة الدراسة بس انا مش هقول لك الطريقة دي بس انا هقول لك الطريقة دي وهقول لك طريقة تانية ليها علاقة بالعمالة سواء العمالة الموسمية او العمالة الدائمة هتلايني النهاردة بكلمك بصيغة مختلفة شوية عن صيغة كندا او صيغة استراليا او صيغة نيوزيلاندا يعني ايه الكلام ده كانت مشكلتنا الاكبر وإحنا بنقدم هي اننا مش عارفين نجمع اوراقنا او مش عارفين نقدم ازاي النهاردة الموضوع هيبقى ابسط من كده شوية هيتطلب منك يكون معك سيفي محترم بيتخطى ايتي اس سيستيم ودي خدمة بنقدر نقدمها لك في القناة هحتاج منك انك تركز معايا شوية لان احنا النهاردة هنشتغل بطريقة زكية شوية محتاجة مننا ان احنا نركز عشان هنفتح اكتر من موقع مع بعض صلي على الحبيب لايك شير سبسكرايب يالو بسرعة نجري نفتح الموقع ونبدأ نشتغل بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم زي ما قلتلك يا عزيزي في البداية هنتكلم النهاردة على محورين اول محور خاص بالدراسة تاني محور خاص بالوظيفة طيب احنا النهاردة هنشتغل ازاي احنا النهاردة هنشتغل اكتر smart not hard يعني ايه smart not hard يعني انا النهاردة عندي فرصة هتدخلني لبولندا عن طريق الدراسة اوكي دي بالنسبة لي اسهل وورقي اسهل فانا هقدم عليها عندي فرصة هتدخلني عن طريق العمل اوكي دي بالنسبة لي اسهل وورقي اسهل هقدم عليها اللي بيحكم في ده هو انت وورقك وحالتك طيب خليني ابدأ معاك في البداية ان احنا هنتكلم عن طريق مواقع تقدر عن طريقها او المواقع دي بتقدر تقدم ليك فرص دراسة او منح دراسة من خارج الاتحاد الاوروبي ومن خارج بولندا زي ما احنا شايفين اهو احنا على موقع لجامعة من ضمن جامعات بولندا الجامعة دي من ضمن الجامعات اللي بتمنح فرص للطالبة والخرجين من خارج بولندا طيب اوكي هو هنا بيقول لك اتعرف علينا والدراسة في وارسو وبيبدأ يقول لك الاختيار الصحيح وبيبدأ يقول لك تعالى زور الحرم الجامعي لدينا احنا في الحالة ديت يا جماعة هنخش ندرس وهندفع فلوس دراسة فدية ما تعتبرش طريقة مجانية بس هي تعتبر طريقة من الطرق السهلة جدا اللي تخليك تقدر تدرس داخل اوروبا او داخل بولندا وفي نفس الوقت تساعدك ان انت تاخد الاقامة بص انا هنا دخلت في الاختيار الصحيح للدراسة داخل بولندا قالك بالنسبة للاجانب تعني مشاركة بولندا في منطقة التعليم العالي الاوروبية ما يليه سهولة الاستفادة من برامج التبادل الاكاديمي ده دعم تنقل وكمان دعم دراسة امكانية مواصلة دورة دراسية بدأت في الخارج في بولندا او مواصلة دراسية بدأت بسبب تقسيم الدورات للتلت دورات يعني تقدر تدرس على تلت دورات التأكد من ان التعليم والمؤهلات المكتسبة في بولندا سيتم الاعتراف بها بالكامل في اي مكان اخر مما يسهل التوظيف واستمرار المهن الاكاديمية تمام كده قالك اليقين بان شأن جودة التعليم الذي تقدمه الاكاديميات البولندية يعني هيبقى عالي جدا بسبب التطور بتاع الانظمة في اكتر من برنامج هتقدر تقدم عليه عشان تشتغل في برامج التبادل الاكاديمي تمام اوكي يا سيلي طيب لو انا من بره عايز اجي ادرس في بولندا هقدر ادخل على الموقع الرسمي بتاع الجامعة وقدم هدوس هنا وابدأ اشوف البرنامج الافضل ليه وابدأ اشوف ازاي هقدر اقدم طيب في اي حاجة وقفت قدامي هقدر ابعت لمكتب القبول اقوله يبعتلي طريقة التقديم على طول تمام قالك تمام طب انا مش عارف اقدم ايه هقدر اسألهم على صفحتهم الرسمية او على ايميلاتهم بص هنا هتلاقي الايميلات بتاعت كل شخص في الفريق اللي شغال في الجامعة او الفريق الخاص بالتعامل مع الطلبة يعني اللي يقدر يتعامل مع حضرتك في اوراقك وفي تقديمك وفي كل حاجة هتبعت له ايميل تسأله فيه انا عايز اقدم اقدم ازاي هيبدأ يقولك طبعا انا هبقى سايف لك اكتر من لينك الاكتر من جامعة عشان نبدأ نشتغل ونقدم الورق بتاعنا صح بس انا حبيت ان انا افتح ديات عشان نوريه لك الدنيا بتبمي ماشية ازاي احنا دخلنا على الموقع الرسمي وبعدين دخلنا على الدراسة شوفنا ايه هي مميزاتها وبعدين دخلنا على الموقع بتاع التقديم عشان نشوف لو عايزين ندرس هنعمل ايه طبعا وهنا بيدي لك الاخبار وبيدي لك الورش وبيدي لك ايام الترحيب بتاعتهم للطلاب وبيدي لك كمان لو انت عايز تتوظف في الجامعة تمام اوكي طيب نيجي بقى لتاني نقطة تصريح العمل احنا اول نقطة تكلمنا فيها التقديم في الدراسة اول نقطة تكلمنا فيها ازاي نقدم على دراسة داخل بولندا تاني نقطة تكلمنا فيها او تاني نقطة بنتكلم فيها هو تصريح العمل قالك تصريح العمل هو حق للعمل في بولندا يمنح للاجنبي الذي هو مواطن من دولة ثالثة هنا دولة ثالثة يعني مش من دول الاتحاد الاوروبي ومش من دول انرويج او ايسلند او دول اللي هي في اتفاقية هياكل الاتحاد الاوروبي عموما قالك يتم منح هذا الحق في قرار اداري من قبل المحافظة باستثناء تصريح العمل الموسمي ده بيمنح من قبل الحاكم تتم اجراءات الاستئناف من مسائل اصدارات تصريح العمل من قبل ادارة سوق العمل في وزارة تنمية التكنولوجيا من الاخر يعني لو حاجة سوق العمل عايزها الدنيا هتبقى سهلة جدا ان انت تقدر تقدم عليها طيب حاجة لتقدر الله كده مش عارف تقدم عليها طيب عشان اعرف وعشان اقدم هعمل ايه؟ هتلاقيني سايب لك اللينك ده في الكومنت المثبت هدوس هنا هبدأ اخش اسجل بياناتي اوكي تمام دي البيانات بتاعتي تعال نبدأ مع بعض من فوق كده هنا بيقول لك اللقب اللي هو اسم العيلة وبعدين اسم حضرتك وبعدين تاريخ الميلاد وبعدين هتعلم له هنا لو عايز تبين سنة الميلاد بس عايز تبين اي حاجة مش مشكلة هتيجي هنا تختار بلدك بص هو بدأ معنا من اول الحروف الابجرية هتلاقي البانيا الجزائر وينزل تحت لغاية لما تلاقي بلدك سواء بقى اردني او تونسي او عراقي او مصري او مغربي او سعودي اي جنسي عموما هتلاقي كل الجنسيات العربية هنا هنا بيقول لك المدينة او المحافظة اللي انت عايز تعيش فيها او عايز تشتغل فيها على فكرة دي مش مهمة او يعني انت مش شرط ان انت تختارها لو مش عارفها وبعدين تختار البلدية طبعا دي مش مهمة هننزل هنا هنقول له هنعلم له هنا على الاختيار ده سواء هنا او اخرى وبعدين هننزل تحت رقم الهاتف هنحط له المفتاح بتاع بلدنا هنختارهوله من هنا طبعا هو مدي لك كل المفاتيح بتاعة كل دول العالم تقريبا وبعدين هننزل هنا هنحط له رقم التليفون وبعدين تسجيل الدخول تسجيل الدخول ده اللي هو الاسم اللي انت هتخش به وهتحط له هنا باسورد وهتعيد ليه هنا الباسورد والكود ده هتكتبه هنا وهتنزل هنا هتعلم له على دي وهتعلم له على دي وتقول له تأكيد انت كده يا ريس عملت في الحساب الخاص بتصريح العمل بتاعك داخل بولندا طيب انا كده عملت نص الخطوات النص التاني بقى ايه بقى يا ريس اوكي تمام تعالى كده احنا عندنا كام موقع توظيف كل دي وظايف داخل بولندا وكمان هتلاقي وظايف داخل هولندا بس خليني اقولك ان احنا هنختار الوظايف اللي داخل بولندا بس ونبدأ نقدم فيها ونبدأ نقدم السفي بتاعنا لكل الوظايف دي هل انت قادر على التواصل باللغة الانجليزية عندنا فرصة الرقم بتاعك بيكون من تسعة لاتناشر الف زلوط اخصار خدمة عملاء حد يشتغل عن بعد حد بيشتغل اخصائي محتوى بيدي دروس حد يشتغل تنفيذي حد يشتغل مشغل آل الطحن الوظيفة ديت ممكن تبقى وظيفة كويسة جدا انت عامل طبعا الزلوط هيبقى اصغر بكتير قوي من اليوروف عشان كده هتلاقي المرتب بزلوطي اقل شوية مشغل مكنة دي من ضمن الوظائف برضو بص سي ان سي مطلوب قد ايه مبرمج ومشغل ميكانيكي سيارات كهربائي ميكانيكي رفعات امين مخازن حد يشتغل في حجز السفر مترجم مدرس انجليزي حد يشتغل في رعاية الحيوانات جليس للحيوانات الاليفة بص كمية الوظائف مشغل مخراطة سي ان سي مبتدئ عامل عامل مزرعة خضار عامل مزرعة خضار دي في سويسرا مش في بولندا مترجم الاتطحن سي ان سي ما شاء الله واضح ان الشغل عالسي ان سي عالي جدا في بولندا فدي فرصة لاخواتنا اللي دارسين او معاهم برامج سي ان سي وبشغل عالسوليد وورك والحاجات دي عامل انتاج في خط انتاج ليه علاقة بالتكنولوجيا حيرة فيه فني انتاج بص اللي انا عايز اقولولك ان انت هتلاقي وظائف كتيرة جدا ليه علاقة بكل المستويات تقريبا هتلاقي مهندس هتلاقي عامل هتلاقي فني هتلاقي مدرس هتلاقي كل حاجة لو فيه تمريد هتلاقي تمريد لو فيه طبيب هتلاقي طبيب فانت كده بعد اما سجلت هنا هتقدر ترجع تاني وتحط السفي بتاعك في الوظيفة اللي انت شايف ان هي تنفعك طيب تعالا مثلا نطلع على وظيفة عامل انتاج كده ونخش نفتح اللينك ونشوف ازاي هنقدم هنا بيقول لي حط البريد بتاعك بص مهندس انتاج عامل انتاج مراقب جودة اخصائي مشتريات عادة تدوير اخصائي تخطيط دي كلها وظائف ممثلة للوظيفة اللي احنا دخلنا عليها هنا ما دخلت بيقول لي المهام بتاعتك تنفيذ عمليات وفق العملية التكنولوجية الاهتمام بالنظافة والحالة الفنية تسليم الالات انت مطلوب منك ان انت تكون حدد وثقة والاستعداد للعمل في نوبات اللي هي تشتغل على شفتات والالتزام بالموعيد والعمل والتركيز وخبرة يفضل خبرة في العمل في الانتاج التوظيف على اساس عقد مؤقت تمام دي كده ميزة نقدر نعملها اه طبعا نقدر نعمل طيب نخش هنا نقول له كده هيبدأ يطلب مني اسجل الدخول او اشتري فلازم اروح عامل اكاونت على الموقع ده عشان يرضى يخليني اقدم في الوظيفة تمام احنا كده تقريبا هو وافق واشترك لنا يبقى احنا مطلوب مني هنا نعمل اكاونت وبعد اما نعمل اكاونت نبدأ نقدم طيب اللي بيحصل بعد كده ايه اللي بيحصل صاحب العمل طبعا بيراجع الس في بتاعي بيبدأ يشوف هل انا انفع معاه ولا ما انفعش طب هو عنده مشكلة في الوظيفة ديت اصلا وما فيش حد بيتقدم ليها بنسبة كبيرة هيبقى عنده مشكلة في الوظيفة وما فيش حد هيكون بيتقدم كتير لاني زي ما انت شايف الوظيفة المتاحة كتير قوي وملواضح ان محدش بيقدم عليها في البلد فاحنا مجرد ما بنقدم الس في بتاعنا بيبقى عندنا فرصة ان احنا نخش في منطقة ان احنا نقدم كعمل انتاج طيب احنا النهاردة نخرج بايه من الشرح ده نخرج باكتر من لينك الاكتر من موقع وظائف مميز جدا هتلاقيهم موجودين في الكومنت المثبت وفي شرح الفيديو نخرج كمان باكتر من لينك الاكتر من جامعة موثقة داخل بولندا هتلاقيهم موجودين فقدمنا طريقة من طريقتين نقدر نقدم بيهم على ان احنا نكون موجودين في بولندا سواء دراسة او عمل كعامل موسمي او حتى بعد اما تخلص العمل الموسمي تقدر تخش وتاخد عقد طويل المدى يعني انت تقدر تخش في الاول عمل موسمي الناس لقوك كويس وتشتغل وبتاع شغل هيعملوك عقد طويل المدى وتقدر تخش عمل موسمي وتجدد كعامل موسمي او تدخل كطالب تدرس على فكرة انا كنت من حوالي سنة كده متابع حد من الشباب الانفلونسر او مقدم المحتوى كان قاعد في بولندا وكان بيتكلم قد ايه بولندا دولة تعتبر رخيصة بالنسبة لدول الاتحاد الاوروبي وكمان دولة تعتبر سهلة جدا عشان تدخل ليها وتشتغل عشان كده انا النهاردة باعمل الشرح ده وانا واثق ان انت ان شاء الله هتلاقي فرصة اسهل بكتير وبرضو استنونا في القناة في فرص تانية ان شاء الله تكون ابسط واسهل وتساعد الكل على ان هم يعملوا اللي نفسهم فيه ويوصلوا للي بيتمنوه احنا الوقت هنا خلصنا شرح بتاعنا وما تنسوش تشوفوا اللينكات اللي موجودة في الكومنت المثبت وفي شرح الفيديو وما تنسوناش بدعوة طيبة شكرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا